نادي الزمالك نادي الزمالك ماية تامر مصنفة أولى بدأت الأرقام يعني تبقى أحسن وأحسن إنجازات كل يوم بتتوالع على لعبة التنس الأرض تمنع على لعبة التنس والبطولة اللي الحين نشغلين في هذا الوقت إن شاء الله خلصنا عام 2022 بحصول النادي على 307 مركز أول وأول وتاني وتالت من 8 سنين لحد 18 سنة عندنا عدد كبير او من البنات في اول عشرين لعبة في التصنيف العام على مستوى الجمهورية مايا تامر هي رقم واحد للتصنيف تلقى 23 وان شاء الله هتبقى من ضمن المنتخب المصري اللي هيمثل مصر في اي منافسات اللي التحاد مشارك فيها وده مجهود اولاء امور اولاء امور لازم يبقوا يعني مواصبين قوي على التدريبات مواصبين قوي على البطلات هي رقم واحد بيبقى ولي الامر وبعدين اللاعب وبعدين المدرب هي منظومة النادي مجلس ادارة المنظومة كلها لازم تشتغل عشان يبقى عندك لعيبة اه عندك لعيبة مصنفة على مستوى الجمهورية فاحنا عندنا مايا رقم واحد عندنا سماء عندنا نادا محمد عندنا لوجي عندنا كنزي عندنا مريم عندنا عدد كبير عندنا جود عدد كبير من البنات موجودين في الخامسة وعشرين الاوائل على مصر بس هي رقم واحد على مصر الحمد لله يعني هي مايا تامر بيبرز زي ما قلتلك هي عائلة رياضية مامتها كانت ضمن فريق التنس باباها عدو اتحاد الطايرة وكان لعب طايرة في نادي الزمالك طبعا وهم زمالكوية يعني هي مايا مولودة في ملعب التنس اخوها بطل من الابطال التنس وبرضو ضمن فريق الزمالك فبتمنى ان شاء الله يبقى عندنا بنات وولاد في جميع المراحل اول على مصر صبري اكيد المدربين هنا مؤهلين عشان طبعا يطلعون مواهب زي مايا ويطلعون انجازات زي اللي بتحصل دي اكيد فيه التدريبات اكيد على دراسة وعلى اكيد ملمين كده بكل التطور اللي بيحصل في لعبة التنس هي المايا وفيه بنات كتير قوي بدأوا من عندهم سنتين ونص احنا بناخد من ثلاث سنين بس مايا عشان كانت موهوبة عشان اخوها كان بيلعب هي شبطت في التنس وهي عندها سنتين ونص شفناها اللي هي متفوكة جدا كانت بتلعب في الكورة الريد اللي هي الحمرة لما لقناها اقوى من الكورة الريد دي نقلناها في الأورنج على طول اللي عشان مستوها كان اعلى من الكور دي المدربين اه المدربين عندنا مؤتمر دولي عالمي في يوم 13-14-15 الاتحاد الدولي اللي عمله وعادة كبيرة اهم المدربين رايحين يحضروا علشان دايما يبقى فيه بنشوف ايه الجديد على مستوى العالم في التدريب وانا موجود معهم ان شاء الله فدايما احنا بنأهل المدربين على ان تشوف ايه الاحدث في العالم في التدريبات علشان يشتغلوا عليه احنا بناخد اللعيبة من ثلاث سنين لحد ما يبقوا ابطال ان شاء الله اكاديمية اكاديمية اه من اعضاء النادي هما اعضاء النادي بس احنا بناخدش من غير اعضاء النادي كل اللعيبة بتوعنا هما اعضاء النادي يعني هي زي ما قلتلك مايا مولودة في ملعب التنس وكل اللعيبة بتوعنا هما اعضاء النادي تمام كابتن صابري هادخل بقى على مايا كده ان احتفل بها كده في قناة الزمالك وطبعا دورك طبعا يلا يقل طبعا على المدربين بصفتك طبعا رئيسك جاي شكرا لحضرتك شكرا شكرا ومبروك لمايا وان شاء الله كل اللعيبة كده شكرا لحضرتك معايا بقى النجمة مايا تامر بيبرز عائلة رياضية أسرة رياضية مايا برحب بيك على قناة الزمالك وطبعا انا مبسوط لانا موجود معاك النهاردة احكي لي بقى بدأتي التنس امتى ولعبتي في نادي الزمالك من وينتي عندي كم سنة بدأت وانا عندي سنتين ونص كده عشان الناس يشوفك بدأت وانا عندي سنتين ونص عشان اخويا كان هو صغير كان بيلعب وانا كده بفرج عليه فحبيت ان انا ألعب التنس عشان الاخويا كان مكتهد فيها وكان سكساس في القوي فيها فحبيت ان انا لعب التنس بابا ما بيشجعوك بقى انك تلعب تنس بابا كان لعيب اه ماما كانت بتلعب هنا برضو وهي كانت صغيرة كانت في الفريق وبابا في الفولي بقى وكان برضو هنا في الفريق سنة كين بقى عندي كم سنة عندي 11 سنة هتم 12 سنة وانا في 29 يناير سنة كين وساعة 6 بتوفق ازاي بقى الدراسة مع التمرين عشان تبقى مصنفة الاولى دي عايزة مجود كبير جدا بتعملي ايه بقى ويحكيلي تمرين كم ساعة كم يوم في الاسبوع انا بتمرن 6 ايام في الاسبوع ساعات 7 وانا بروح المدرسة بقى وارجع بزاكر بعدها بروح التمرين بتمرن يعني 4 ساعات من 4-5 بعدها برجع بقى كمل يومي عشان اسحل صباح اروح المدرسة تفرف المدرسة ولا اه اسأل بابا انا اعيد او طب عايزة اسألك بقى الوجبات التخزية بتاعتك والوجبات بتمشي على نظام معين عشان يحافظ على رشقتك طبعا في التدريبات اه اه بمسي اساسا ان انا مفضلش دايما وكل حاجات غلط عشان يبقى صحيتي في الملعة الكويسة بس عايزة اسألك بقى كمان انت خلاص حتلعبي باسم ان شاء الله منتخب مصر اه طموحاتك الفترة الجاية نفسك تحقاي ايه في لعبة التنس مع منتخب مصر واكيد نادي الزمالك طبعا اه الاول بنادي الزمالك طموحاتك ايه معايا ومع منتخب ان شاء الله في المستوى الاكبر مني ان انا ابقى برضو في الاول على مصر وان انا افضل دايما مستمرة في موضوعي ان انا ابدأ ابقى الاولى في 12 سنة على سني وابقى اكبر مين مسلك الاعلى بقى في لعبة التنس اه اه روجر فادرر وانس جابر انس جابر من تونس وروجر فادرر من سواسرا ايش في البنات حد اه مع انس جابر بقى ايجا اسفاتك ايجا اسفاتك ايجا اسفاتك ام اقوله على العالم ام ام المستشار المرتضى منصور اكيد نفسك طبعا هو بيدعمك اكيد قابلتي قبل كده اتكلمت معايا لا اصلا هيشايفنا دلوقتي واكيد هيكرمك واكيد هيقف جنبك طبعا هو بيقف جنب كل النجوم عايز اسألك بقى على حاجة المدربين تعليماتهم ليك ايه ان انا افضل يعني ابقى هادية كده في الملعب ودايما مستمرة في ان انا ابقى الاولى وان انا مرجعش ورا بس بتنفسي كل ده اه عايز تقولي لبا وماما ايه بقى شكرا شكرا على ان هم بي دايما معايا وقفين جنبي وعمري مصابوني شكرا يا موايا شكرا ليك اكيد احمد نموذج مشرف جدا في لعبة التنس الارضي موايا تامر نتمنى لها توفيق دايما نتحقق ارقام وانجازات كبيرة جدا مع نادي زمالك ومنتخب مصر النهاردة الفريق الاول اخر حاجة هيكون عنده تدريب باستعادة طبعا لجولة سلسة عشر مع الاتحاد السكندري مباراة مهمة جدا نتمنى توفيق للفريق ككل وطبعا الكابتن اسماعي ليوسف كاضافة قوية جدا نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر بنشكر طبعا كابتن اسماعي على الفترة اللي قضها كنجم كبير سواء في التدريب الفترة اللي قضها او كنجم كبير طبعا في نادي الزمالك دي كانت كل كوليسنا انا زميلي احمد الان بالتأكيد عودة ليك مرة اخرى في الستوديو لايك الكلمة تفضل شكرك جدا يا محمد وبشكر طبعا كابتن صبر عباس ونجمتنا نجمة نادي الزمالك ان شاء الله لك بتنصر في المستقبل مايا تامر بنشكرك شكرا جزيلا